اشتركوا في القناة وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعدت الأستاذة دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشورى التشجيعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي بداية سيدة دلال بعد التحية لماذا طرحت اللجنة مسألة تعديل المثاق العربي لحقوق الإنسان طبعا جاء طرح اللجنة لهذا الموضوع بناء على اجتماعنا مع جامعة الدول العربية من خلال لجنة حقوق الإنسان العربية وتم استعراض المثاق العربي ووجدنا بعد دراسة سمت من خلال البرلمان ومن خلال الجامعة العربية إلى ضرورة بحث تعديل المثاق العربي بما يتفق مع التطورات الراهنة وأيضا بما يتفق مع عدد من التعديلات الدستورية التي مرت فيها الدول العربية بحيث أن ينعكس هذا الاهتمام في مجال حقوق الإنسان وفق منظومتنا ورؤيتنا العربية في تشريعاتنا وكفالة وسائل الانتصاف من خلال توفير الحماية القضائية وكان حقيقة من الأمور المهمة التي تم نظر فيها عندما ناقشت موضوع الميثاق هو موضوع المحكمة العربية لحقوق الإنسان اللي كانت أيضا فكرة تنشاءها بمبادرة من حضرة صاحب الجرالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وكان تقريبا وصلوا لحد مرحلة اللي هي وضع النظام الأساس اللي عمل المحكمة وبالتالي كان فيه دفع قوي بأن يتم تنفيذ تلك المبادرة حتى يكون هناك ميثاق يتضمن تلك الحقوق وسائل الانتصاف أمام تلك المحكمة وفق النظام الداخلي الذي يكون متفق عليه وبالفعل تم لجنة تشكيل طبعا اللجنة التي ستدفع بتنفيذ مثل هذا الأمر وإحنا طبعا في اللجنة المختصة وضعنا هذا أيضا أمام جلسة البرلمان العربي من ضمن التقرير المرفوع وهو الذي أيضا يدعمه في العدد من القانونيين والمختصين في المجال القضائي في الوطن العربي نعم تفضلي لا تفضلي نعم لو نتكلم بما يتعلق بمملكة البحرين هل نفدت المملكة كل متطلبات حقوق الإنسان بالنسبة طبعا للميثاق العربي طبعا البحرين من الدول أيضا التي يرد اسمها أينما ورد في مجالات التشريعات الحديثة التي تدعم مختلف مجالات حقوق الإنسان نعم أصبح هناك عندها طبعا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتاني هناك هيئات معنية في هذا المجال ثانيا يأتي موضوع هل كفلت حق الانتصاف وحق استقاضي أيضا مكفولة بموجب التشريعات هناك تشريعات حديثة صدرت تدعم وتسند تلك الحقوق وبالتالي وجدنا أن عدد من التشريعات التي صدرت من البحرين أصبحت هي أجل بمثابة القوانين الاسترشادية لعدد من الدول التي طلبتها منها حتى يتم الاسترشاد بها عند سنة تشريعات حديثة في مجالهم لذلك نحن استهدفنا أكثر شيء ما تم من تعديل في مسألة قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية فكان هذه من الأمور أيضا التي وضعت البحرين عدد من الأفعال طريقة التجريم فيها وضع الفقوبات المناسبة مدى التزامها بمصوصة دستورية التي تناولت مسألة الإجراءات التي تتنفل جانب الجنائي نعم أستاذ دلال اللجنة بحثت بأن هناك ضرورة لتعديل الميثاق العربي ما مدى الضرورة اليوم أو ما مدى الحاجة لهذا التعديل؟ والله عندما قصنا وجدنا أن تشريعاتنا الوطنية أصبحت متقدمة في نصوص عدة من الميثاق بالتالي التشريع الوطني أصبح في مرحلة أرفع من بعض منصوص الميثاق وهذه النقطة متفق عليها أيضا مع جامعة الدول العربية فلذلك طالما بننا منظومتنا الخاصة كدول عربية بما يتناسب مع بسعاتينا العربية بما يصون حقوق وأفراد المواطن العربي بالتالي نحن أيضا نسعى إلى أن نرتقي ونرتسع بما يتوائم مع طبيعتنا وأنا أحب أضيف أيضا أننا اليوم الاجتماع الأول أيضا عقد على مستوى البرلمان العربي بالنسبة للرؤساء البرلمانات العربية وحقيقة كان هذا أول اجتماع نوعية على مستوى الوطن العربي كان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالفعل كانت فرصة لتقارب الرؤساء البرلمانات العربية والتشاور فيما بينهم خاصة أنهم بحثوا أهم موضوعين في الساحة الآن موضوع الإرهاب وهو محور مهم جدا يشغل البرلمان العربي من الجانب التشريعي وكذلك موضوع التنمية المستدامة وفي الجلسة أيضا الإسكتاحية تم إصدار بيان بإدانة مصدر من البرلمان الأوروبي أيضا من قرار بحضر تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية وبذلك يكون أيضا البرلمان العربي أصبح يسند الدول العربية وبخاصة المملكة العربية السعودية في مواجهة أي قرارات تصدر من مثيلاتها للمستوى الجولي سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي شكرا جزيلا لك